بابا فانجا أو العرافة الأسطورية العمياء العرافة دي تعتبر بمثابة أشهر عرافة في التاريخ كله لدرجة أن هي تنبأت بأحداث جسام حصلت بالفعل في قلب العالم زي أحداث سبتمبر 2001 ووفاة الأميرة ديانا في ظروف وحادث غامض جدا كل قادة العالم أو كثير منهم لتحرد دقة كانوا بيلجأوا ليها عشان تتنبأ ليهم بما سيحدث في المستقبل الغريبة جدا أن هما كانوا بيسلموا بكل التنبؤات بتاعتها وبيؤكدوا أن حوالي 95% من هذه التنبؤات تحدث ده قادة العالم كانوا بيؤكدوا ذلك هذه العرافة العمياء بدأت وسائل الأعلام البريطانية ووسائل الأعلام الدولية تكشف السطار عن نبوءة ليها كانت قلتها قبل وفاتها اختفاء قارة تدمير قارة أوروبا بإيد واحد من الشرق بدأت هذه النبوءة تطرح نفسيها إلى درجة أن الخبراء والاستراتيجيين بيقولوا النبوءة بيت في طريقها للتحقق إلى درجة أن هما قرنوا ما بين هذه النبوءة وما بين ما يفعلوا وبين ما يفعلوا فلادمر بوتين رئيس روسيا اللي قالوا أنه هو ده اللي هينفذ النبوءة تعالوا بينا نعرف تفاصيل هذه التنبؤات اللي أطلقتها العرافة العمياء قبل وفاتها ونعرف بالفعل هل قيصر روسيا هو الذي سوف ينفذ هذه التنبؤات ولا لا في كل الأحوال وقبل ما نبدأ شيروا لك للفيديو ده وكم بلتك الجميل أنا أحمد عبدالعيدي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم أنا عاوز أقول لحضرتكم أنا لا أؤمن لا بالتنبؤات بتاعت العرفين ولا الكلام الفاضي ده كله ولا عمر في حياتي قريت الأبراج في قلب الصحف أو مش عارف مين أو الكلام ده كله على الرغم من أنه أنا قدت أنا في يوم من الأيام في إحدى الصحف اليومية المصرية البارزة جدا أوكل إلي مهمة لمدة أسبوع في غياب زميلة صحفية أن أنا أكتب الأبراج ديت فأنا كنت أكتبها بالمزاج أن الحوت مفاجأة قادمة خلال 24 ساعة الميزان أنت على موعد مع الحظ بس أنت مش عارف مين رقم الحظ كذا أيه كلام يا عبد السلام على الرأي المصريين أنا لا أؤمن بكل ذلك ولا التنبؤات لكن الحاجة الغريبة جدا أن في بعض العرفين بالفعل أثاره جدل كبير جدا من بينهم العرافة العمياء الأسطورية اللي أطلق عليها بابا فانجا المعروفة بإسم نوستراداموس البولقان اللي اتوفت سنة 1996 واللي تنبأت بأحداث سبتمبر 2001 في قلب أمريكا صحيفة الدلي إكس بريس البريطانية عملت زوم على بعض التنبؤات اللي أطلقتها هذه العرافة قبل وفاتها فالصحيفة ديت بتقول في التقرير بتاحها لقد حذرت بابا فانجا من أن الحرب العالمية التالتة ستبدأ في 2025 وأشارت الصحيفة إلى أن بابا فانجا أطلقت نبوءة مخيفة قالت فيها أن نهاية العالم من المرجح أن هي تبدأ في 2025 وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير أوروبا كلها وتنبأت أن الحدث الذي سيشعل شرارة زوال البشرية هيكون صراع غير محدد في أوروبا سيؤدي إلى تقليص عدد سكان القرى الأوروبية وسيبدأ في العمل على اختفاءها وزوالها عدد كبير من قادة العالم لقوا إلى استشارة بابا فانجا شخصيا مثل القيصر البلغاري بوريس السالس والزعيم السوفيتي اليونيت بريجنف الكثير من هذه التنبؤات تحققت بعد فترة طويلة من وفاتها ومن بين هذه التنبؤات وفاة الأميرة البريطانية إديانا وهجمات 11 سبتمبر 2001 في قلب الولايات المتحدة الأمريكية بس تعالوا بقى حضراتكم نشوف إيه اللي بيحصل حاليا الجريدة البريطانية قالت الكلام ده وبدأت طبعا تطرح حيثيات ومبررات إن فعلا نهاية العالم قد تكون غدا بدأت تجيب التداعيات اللي بيحصل والصراعات روسيا الصين أمريكا دول الاتحاد الأوروبي الصراعات التي تحدث في قلب أفريقيا تحدث في قلب المحيط الهادي تحدث طبعا ما بين القوى الكبرى وبعضيها تصاعد الأحداث بمعدلات غير مسبوقة نشر الأسلحة النووية في الكثير من دول القارة الأوروبية نشر السلاح النوو في قلب بيلاروسيا إلخ 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 تعالوا بنا كمان نشوف تطورات الأحداث على المستوى الروسي الأوكراني الغربي وربنا يسطرها لأن كل التداعيات دي بتقول إن فعلا بابا فانجا فعلا الواضح إن كان عندها حق لإن الواضح إن النبوءة سوف تتحقق عما قريب في نظار جديد على طريقة الحرب البردة حذرت روسيا من إن نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا من الممكن إن هو يجعل عواصم أوروبا أهداف لصواريخ روسيا وقد جاء هذا التحذير بعد اتفاق ألمانيا أمريكا على نشر صواريخ بدءا من عام 2026 روسيا لن تسمح بنشر هذه الصواريخ وبدأت بالفعل تتحرك المتحدث باسم الكريم لن ديمتري بيسكوف أشار إلى مفارقة مفادها أن أوروبا تعد هدفا للصواريخ الروسية وروسيا هتبقى هدف لصواريخ أمريكا في قلب أوروبا وبناء عليه نحن لازم نتحرك وقال لدينا القدرة الكافية على احتواء هذه الصواريخ لكن الضحايا المحتملين عواصم أوروبا كلها وقال أن عواصم البلدان الأوروبية هتكون هدف لصواريخ روسيا النووية وقال مح بيسكوف إلى أن مواجهة كتلك من شأنها أن تقود أوروبا ككل وتدمرها يا حزن الحزن بابا بنجا أخبرها إيه ما هي قالت نفس الكلام وقال بيسكوف أن أوروبا لاست في أفضل حال حاليا من أجل الدفاع عن نفسيها محذرا من تكرار للتاريخ بتركيبة مختلفة الصراع الحرب العالمية الثالثة وما أدراكم سيرجي الريابا كوف نائب وزير الخارجية الروسي هو كمان قال أن موسكو لا تستبعد عمليات نشر جديدة لصواريخ نووية ردا على شطة أمريكا لنشر أسلحة تقليدية بعيدة المدى في ألمانيا وقال أن الدفاع عن منطقة كالينجراد الروسية الوقع ما بين بولندا وليتوانيا وهما من الدول الأعضاء في حلف الأطلسي يحظى بتركيز خاص المنطقة دية المنطقة دية موجودة ما بين بولندا وليتوانيا يعني تعتبر موجودة في قلب دول أوروبا وبالتالي نشر صواريخ هناك هيخلي كل الدول الأوروبية أسفل أو في مرمى صواريخ روسيا النووية وقال لا نستبعد أي خيارات وأكد أن روسيا هتنظر في مجموعة خيارات واسعة للرد بشكل فعال على خطوة أمريكا طبعا كان الرئيس الروسي فلادمر بوتين كان قال أن روسيا هتستأنف إنتاج صواريخ أرضية قصيرة ومتوسطة المدى وستقرر أين ستنشرها إذا لازم الأمر ومعظم أنظمة الصواريخ الروسية مصممة لتتمكن من حمل رؤوس حربية إما تقليدية أو نووية المسائل بدأت تتوتر ما بين الطرفين ما بين روسيا والدول النيتوية طبعا إحنا قلنا في حلقات سابقة أن تم الاتفاق ما بين أمريكا وألمانيا على نشر أسلحة بعيدة المدى هذه هي واحدة ألمانيا بدأت تاخد القوات بتاعة النيتو وتوزعها على الحدود الشرقية الألمانيا اللي هتعتبر الحدود الغربية بالنسبة للروسيا وتم الاتفاق على ما تم ذكره صواريخ بعيدة المدى هيتم نشرها في ألمانيا هتصبح موسكو في مرمى صواريخ أمريكا طبعا الاتنين بدأوا يتحيان الفرصة للانقضاض العم بوتين قال قبل كده لن نسبح بحدوث ذلك وكان أبرم اتفاقية قبل كده مع بيلاروسيا بمقتضاها نشر الأسلحة النووية الروسية فأنت بتتكلم في إيه؟ هل يطرى فعلا إحنا اقتربنا من تنفيذ نبوء بابا فانجا؟ الكل بيقول أنه نعم مش هاد المشكلة المشكلة أن إحنا هنضقف أبو بلاش المشكلة في الحالة دي أن العالم كله سوف يشتعل بشكل كبير جدا وخلي بالكم سيقوا تماما أن كل عواصم أوروبا وكل الدول الأوروبية هتكون هي أول دول وأول منطقة في مرمى الصواريخ النووية الروسية في هذه الحالة فرنسا وبريطانيا وأمريكا الثلاث دول النووية دي هتبدأ توجه الصواريخ النووية بتاعتها نبوءة مخيفة لعرافة البلقان روسيا قد تنشر صواريخ نووية ردا على نشر أسلحة أمريكية في ألمانيا روسيا عواصم أوروبا قد تكون هدفا لو نشرت صواريخ في ألمانيا الطرفين بيستحلفوا لبعضيهم وبدأوا فعلا يعلنوا حالات الطوارئ أو ربنا يصطرها